طيب احنا ليه اصلا بنتكلم عن الكونفايند سبيسة بشوانسين وبنقول ان الكونفايند سبيس بالنسبة لازم تتصنف كمكان عندنا في المواقع ويكون لها تصريح للدخول واذن للدخول ده علشان خاطر فيه مخاطر محتملة ممكن حضرتك تتعرض لها في هذا المكان طيب ايه المخاطر اللي حضرتك ممكن تتعرض لها لقدر الله داخل المكان او ايه المخاطر اللي انا اخلي بالي منها كرجل سيفتي موجود في الموقع وعارف انه هيحصل عندي كونفايند سبيس انتري لأي شغل فانا فيه مخاطر لازم احطها في دماغي قالك اول حاجة ممكن يكون عندك نقص في نسبة الاكسوجين طيب هو الاكسوجين موجود فين موجود في الجو طيب الطبيعة او النسبة اللي خلق بيها ربنا سبحانه وتعالى الاكسوجين في الجو من 19.5% ل23.5% من الغلاف الجوي باقي الغلاف الجوي نيتروجين وشوية غازات تانية طيب دي نسبة الاكسوجين الطبيعية اللي موجودة في الاوبين ايريا في المكان المفتوح في اي مكان حضرتك موجود فيه نقص او زيادة نسبة الاكسوجين داخل اي مكان ده بالنسبة لك بيقدي لمخاطر وحنشوف مع بعض بعد كده نسبة الاكسوجين لو قلت او زادت ايه اللي ممكن يحصل فده احنا بنسميه الكنسنتريشن التركيز طيب ممكن يكون عندك ايه تاني من المخاطر ممكن يكون عندي مواد قابلة للاشتعال المواد القابلة للاشتعال طب ايه المواد القابلة للاشتعال عندك يا بشمواندس اللي ممكن تكون موجودة داخل الكونفايند سبيس اول حاجة عندك هي الميسان غاز الميسان ثم غاز الهيدروجين ثم الاسيتيلين ثم البروبان وممكن يكون عندك ابخرة جاية من الجازولين وممكن يكون عندك ايه ابخرة جاية من الايه من الجازولين فاحنا بنسميها ابخرة الايه الجازولين طيب ايه تاني ممكن يكون موجود عندك بالتصنيف الاول عندي كونسنتريشن تركيز نقص او زيادة نسبة الاكسوجين والحاجة التانية ان يكون عندي مواد قابلة للاشتعال الحاجة التالتة ايه اللي ممكن يكون عندك مواد لها تأثير سام مواد زاتة سمية طيب المواد اللي هي لها سمية دي ممكن تكون غازات زي الـ CO غاز او الاكسيد الكربون او الـ H2S كابريتيد الهايدروجين غاز كابريتيد الهايدروجين ده ليه مسمى تاني اه ليه مسمى تاني اسمه ايه تانية مش موادس اسمه غاز البيض الفاسد طيب ليه بنسمى كابريتيد الهايدروجين ان هو غاز البيض الفاسد لان كابريتيد الهايدروجين اللي هو الهايدروجين سالفايت او الـ H2S بيكون ليه ريحة بنميزه بيها والريحة دي زي او تشبه ايه ريحة البيض الفاسد طيب ممكن يكون عندك برضو مواد سامة في صورة ادخنة وعوادم اللحام النواتج او الادخنة الفومز اللي بتطلع من اللحام دي من نسبالك ليها سمية ممكن يكون عندي مواد اكلة وممكن يكون عندي داخل الـ confined space مواد حارقة طيب دول اول ثلاث حاجات طيب الخطر الرابع اللي بعد كده قالك الـ electrical hazard اللي هو خطر التقهرب مخاطر قهربية بسبب اي نوع من انواع المعدات اللي موجودة عندك حصل لقدر الله اي ماس قهرابي فانت عندك مخاطر قهربائية ممكن يكون عندك برضو مخاطر كيميائية مخاطر ايه مخاطر كيميائية طيب الـ mechanical hazard ده جاي من فين انا ممكن طلعي ادخل مثلا عربية tanker زي عربيات الخرصانة مثلا عربيات الخرصانة الجهزة العربية دي بالنسبة لي confined space لو انا هدخل جوه اعمل شغل قطع او اعمل شغل الحام او اعمل شغل السيانة او اعمل شغل housekeeping وبنشوف الكلام ده كتير في المواقع دخولك للعربية دي فده بالنسبة لك confined space من ضمن المخاطر اللي انت حتشوفها وحتتعرض لها او تعطها معاك في تقييم المخاطر في الريسكي assessment ان انت عندك mechanical hazard مخاطر ميكانيكية زي هي بش مواندس عندك خلطات وقلبات موجودة جوه طيب لو انا مثلا هدخل مثلا كلاشر كسارة فانا عندي جوه كسارات وعندي لو انا هدخل مطحنة عندي مطاحن وعندي اواشط كل ده بالنسبة لك mechanical hazard بتعمل ايه لما يكون عندك mechanical hazard ده والكلام ده كله لازم تاخد كل البريكوشن بتاعتك بشكل كويس عشان تعرف تشوف ايه هو الريسك كنترول او ايه هي التوتز اللي انت حتستخدمها علشان تعرف تعمل كنترول على الخطر ده يبقى الراجع مع بعض تاني المخاطر المحتملة اللي ممكن تتعرض لها لقدر الله انت او اي حد حيدخل عندك في الموقع في any confined space عندك نقص نسبة الاكسوجين او زيادة نسبة الاكسوجين عندك مواد قبلة للاشتعال عندك مواد لها سمية عندك electrical hazard خطر قهربي عندك mechanical hazard خطر ميكانيكي موسيقى